اشتدت المعارك مجدداً بين ميليشيا الحوثي والقوات التابعة للسعودية على الشريط الحدودي بعد هدوء حذر دام أشهر إذا أعلنت الميليشيا أنها نفذت عملية هجومية على مواقع تتمركز فيها قوات سودانية ضمن التحالف السعودي الإماراتي في محيط منطقة الملاحيظ بمحور جازان وقالت إنها سيطرت على عدد من المواقع واعتبت أربع آليات فيما لم يصدر التحالف أي تعليق حول تلك الهجمات تتناقض أقوال الميليشيا وأفعالها فقبل أيام من استئناف هجماتها البرية المباشرة مع قوات التحالف أعلنت استعدادها عقد مفاوضات جادة مع السعودية لحل الأزمة في اليمن لكنها في الوقت ذاته تمسكت برفع الحصار ووقف عمليات التحالف وإنهاء ما أسمته الاحتلال ومعالجة آثار الحرب كأساس للسلام تثبت جماعة الحوث باستمرار أنها متمسكة بخيار السلاح فكلما سعى المجتمع الدولي لإيقاف شلالات الدم في البلاد صعدت في جبهات القتال وأرسلت صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة مستهدفة مأربة ومدن سعودية يقول الحوثيون أن العالم لا يسمع إلا صوت المدافع والصواريخ ولهذا يستمرون في إطلاقها دون التفات لدعوات إحلال السلام وكلما زاد تعنتهم تمهى المجتمع الدولي مع سلوكهم وهو ما يثير الشكوك حول إرادة المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن